اشتركوا في القناة مساء الخير حياك الله أبو قصي ياهلا وسهلا أستاذ عبدالله أستاذ الله مساء لكم أستاذ المشاهدين وأستاذ الكريم القدير الأستاذ عبدالكريم الجاسر هو أبو قصي مشتي ما يعرف الأجواب في الرياض كيف من اللي مشتي أنا لا الليل جبارك عبدالكريم الجاسر مشتي حنى درجة حرارة 30 نعتبرها الشتمي جدا طيب نبدأ الحلقة بالحداث المهمة في المرحلة الجاية تمثل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة خريجي 26 أهمية كبيرة بالنسبة للمنظومة الرياضية حيث تعد هذه فرصة لاستعادة هيبة المنتخب السعودي وتحقيق أيضا الفائدة من عودة المدرب رينارد للإشراف على المنتخب في هذه المرحلة تحظى مشاركة الأخضر في بطولة خليجي 26 باهتمام كبير من خلال إيقاف الدور لتحضيراته والدفع بالمنتخب الأول بدلا عن الرديف كما حدث في النسخة الماضية المدرب الفرنسي رينار اعتاد منذ حقبته الأولى على تنظيم المعسكرات الطويلة قبل البطولات وبعض مباريات تصفيات المنديال مما جعل الأخضر يلعب وقتها 15 مباراة تجربية ما يعني استمراره في سياسته السابقة المشاركة في خليجي 26 بالمنتخب الأول لم يكن قرارا جديدا فقد أعلن المدرب السابق مانشيني قبل التصفيات النهائية للمنديال بأن الأخضر سيذهب للكويت بقائمته الأساسية من أجل المنافسة على اللقب حاجة المدرب رينار من أجل تطبيق تكتيكه على اللاعبين بطريقة مثالية جعلته يفضل أيضا الدفع بعناصره الأساسية لا سيما وأن البطولة ستكون فرصة كبيرة لاختبار العناصر الجديدة التي وقع الاختيار عليها خاصة في المقدمة الهجومية غياب الأخضر عن الصعود لمنصات التتويج لسنوات طويلة سيجعل الفرصة أمام الجيل الحالي للمنافسة على وضع بصمة في تاريخهم مما يشكل أيضا دفعة معنوية لمشوارهم في تصفيات المنديال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن رينارد مع المنتخب السعودي في مرحلة ما في شك أنها مرحلة مهمة تحديدا نحن نعرف أن المنعطف على مستوى تصفيات كأس العالم منعطف غير إيجابي للمنتخب السعودي يدخل هذه الفترة فترة إعداده وبعدها كأس خليجي 26 لعل المنتخب السعودي يعيد ترتيب أوراقه في هذه المرحلة المهمة رينارد مع المنتخب في خليجي 26 أعرف بأن هذه البطولة ما هي هدف بالنسبة لنا لكنها مهمة في هذا التوقيت ما في شك أنه يعني بوجود السيد رينارد مرة أخرى في صفوف المنتخب السعودي وضيق الوقت في تصفيات كأس العالم أنا أعتقد أن هذه فرصة ذهبية جدا للمنتخب ولمدرب أيضا بحيث أنه يعني يعد الفريق يتقرب من اللعبين أكثر يشوف إيش الاحتياجات الفريق تمهيدا للمرحلة الثانية من تصفية كأس العالم رينارد يشارك للمرة الثانية شارك في المرة الأولى ووصل للنهائي بالرغم أنه أيضا شارك بمنتخب كان معظم عناصر شابه وصل للنهائي تفوق على بطل آسيا ومنتخب قطر ولعب أمام البحرين في النهائي وخسر لذلك أنا أعتقد أنها يعني بطولة ستكون ذات فاعدة كبيرة جدا بغض النظر عن كونك تفوز في اللقب أم لا ولكنك ستشارك في ثلاث مباريات ستكون أفضل تجهيد المرحلة الثانية من تصفية كأس العالم طيب ماجد كيف ممكن نتكلم عن هالمرحلة المنتخب السعودي تحديدا نحن نعرف بأن يعني مرحلة فيها تحدي على مستوى العناصر وحتى على مستوى المدرب ومنظومة اتحاد كرة القدم اللي هي اليوم وضعت نفسها يمكن في موضوع محرج شوي على مستوى التصفيات جميل جميل لكن ما نبغى نأخذها كوضعية تحدي نبغى نأخذها كوضعية تجهيز يعني فكرة أنه الدور يتوقف شهر كامل من أجل كأس الخليج أنا مع هذه الفكرة ولكن مع الفكرة وأنا دائما مع الأفكار ولكن في التنفيذ هل هناك نتائج إيجابية هنا نسأل ونتساءل على العاملين يعني لما نجي نشوف تشكيلة المنتخب بحقيقة أنا كنت أعلق عليها الحلقة الماضية تشكيلة المنتخب تشكيلة عليها علامات استفهام كبيرة جدا 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 في لاعبين جاهزين أنت شفتهم يا رينار وظهرت في مقطع في لقاء في الاتحاد السعودي لكرة القدم وتحدثت عن أنك يعني يصار رسالة أنك تشاهد اللاعبين حتى في الأندية التي في مناطق الدفع ولكن في لاعبين تحديدا في خانات حساسة جدا قدموا أداء كبير جدا فينهم على رأسهم عبد الرحمن الصانبي أنت كيف تتجاهل عبد الرحمن الصانبي وتأخذ محمد اليامي أنا حقيقة أتمنى من أي إعلامي أو صحفي يحضر في مؤتمر لأيرفي رينارد يسأله هذا السؤال على أي أساس تأخذ محمد الربيع اليامي وتترك عبد الرحمن الصانبي نبغى نعرف بناء على إجابة هذا السؤال راح نقدر نقيم الاختيارات في البقية إذا كان على الذكريات أنه لعب مباراة واحدة مع أستراليا وقدم فخلاص رجع محمد بس ماجد ما تعتقد أنه اختياره في هذه المرحلة ما هو مهم لأنه اليوم الآن هو يعتبر حارس رقم ثلاثة يعني قبل فترة مثلا قبل عودة العويس ممكن يكون فيه فرصة أنه يلعب أو فيه فرصة أنه يشارك بس اليوم ما فيه أهمية لانضمامه للمنتخب السعودي تكلم عنه أستوى الأهمية لأن الأول والثاني موجودين لا فيه أهمية لأنه عبد الرحمن الصانبي على الأقل سيكون الثالث محمد الربيعي حاليا سادس سابع ثامن سادس سابع ثامن كم دقائق لعب من ثلاث سنوات من أربع سنوات أنا لا أتحدث كم دقائق لعب في سنة واحدة أتحدث عن ثلاث أربع سنوات ثلاث أربع سنوات إذا سالفت أنها ذكريات نرجع محمد الدقيع ومتر التوقف لإعداد المنتخب الآن عندنا مرحلة مختلفة تماما سنستشعرها بعد الغد يا عبد الله ساعة 12 الظهر سنستشعر هذا الأمر عندنا آسيا 27 عندنا كاس العالم 34 ماذا سنعد لهذه الفترة القادمة نعم طيب نحن مش زي غيرنا من الآخر خليني بسألك عبد الكريم على مستوى العناصر والاختيارات اليوم نحن عندنا مشكلة لأننا نتكلم فيها كثير ترى نتكلمنا فيها في مرحلة منشيني ومرحلة ترينارد وقبل منشيني كنا نتكلم على مستوى الاختيارات الفضل شوفوا على أيام منشيني كانت المسألة فوضة يعني دخل المنتخب أكثر من أربعين لعب كل لعب ممكن يبدع في شوط يضموه بعدين يرجع التشكيل الثاني ويمكن يشارك ترى ويمكن يشارك لعب أساسي وفجع ما تشوفه لذلك المقارنة بين ما يعمله منشيني وما يعمله رينارد أنا أعتقد أنه غير موجودة بالنسبة لرينارد ودائما المنتخبات بشكل عام يعني هذه متابعة من سنوات طويلة أن يركزون على اللاعبين اللي مستمرين من منتخب الشباب للأولمبي للمنتخب الأول اللي يتم عداده من المرحلة القادمة لذلك مسألة العمر مهمة جداً للمدربين خصوصاً لما يكون اللاعب ليس لديه فرصة للعب أنه من ضمامه للمنتخب تأهيله المرحلة القادمة يتمرم مع المجموعة ممكن في أي سنة من السنوات يكون جاهز خصوصاً لما يكون عمره صغير السن ولذلك تلاحظ أنه لا يجب ماجد عندك عشان نقفل الملف يضم كبار السن إلا من يعني فعلاً يضم عندك نقطة توضحها والله لا زلت لا زلت أنا بدي أعرف الهدف من موضوع العمر ليش أنا أقولها حقيقة إذا نبغى نعرف بعض الأمور دخلت في الموضوع لأنه هو يعد للسبعة وعشرين ونحن ملينا والله ملينا من أعداد اللاعبين يعد للأربعة وثلاثين أي منتخب في المنتخب من أجل الأندية أتكلم بصراحة تكلم على مستوى الحراسة ولا تكلم على مستوى بشكل عام ملينا من هذا الأمر أنا ما أعتقد أنه موجودة لا أجد لي لكن ما فيها الحراسة ما فيها الحراسة يعني مثلاً يوم يعني مسألة ارتباط اللاعبين بالأندية ما هي موجود اللاعب مثل اليامي أوكي هو ما لعب كثير هو منتخب دائماً يشارك في تمام لكن أنا حاطل رح سؤال ثاني أو حارين موجود في يعني لاعب منتخب بحيث أنه في أي أحوجه نصيحة ثانية أتمنى من لحظة يحتاج له يتم الاستعانة فيه محمد اليامي أن ينظر إلى نادي ثاني عشان يستطيع فالغالب ما يعني اللاعب اللي ما سبق نظم اللاعب كلاعب أساسي منتخبات شباب وناشئين وعندنا كثير من اللاعبين أتمنى أن ينظر إلى هو المشكل اللي كانوا جيدين على سين المثال متعب المفر ماجد حتى لو انتقل لنادي ثاني أنت عارف مجموعة لعبين يعني أنت مع انضمام اليامي في اليوم أنه كل الأندية راح يعني معتمدين على أنا ما شوفه فيه ضرر لأنك زي ما تفضلت جانب فالفرصة ما هي من أندية المؤمن أنت الأول والثاني موجودين محسوم الموضوع محسوم الموضوع منطقة الدفء راح يتميز هذا القسار فين قاعد يلع بالتالي دخول هؤلاء للمعسكرات ودخولهم بس ماجد ترى شخصية محمد اليامي مختلفة لعبين تكمل للمجموعة دخول في مثلا صامبي أو حتى أجوال منتخبات يعني شخصية أفضل أي أقول لك أفضل عشان كذا وضعهم دائما تحت لما يدخل الصامبي هو ممكن يشارك اليامي ممكن يكون أفضل حارس وبالفعل ماجد طرح في كل الأندية السعودية نقطة مهمة هي فائدة لللاعب والمنتخب أكثر مو بقاعد يلعب مو بقاعد يلعب يا عبدالوان استبعد المنتخب باعتباره الأول والثاني بس أنا أتكلم عن مستوى قلت يعني سؤال مهم جدا فرقة مثلما تفضلت العمر نعم يعني صامبي عمره ثلاثون العمر ما بين الاثنين إذا أنت قاعد تجاه 22 سنة طرح بحمد اليامي عمره 27 هايز منتخب للمستقبل 22 صحيح لكن تعرف المدربين الصانبي أنا والله ما أتكلم إلا عن جاهزين عندهم مجاة نظر يعني صانبي مفروضكم موجود أنا لازلت أقول دعطوني الدقاء إذا نتكلم على مستوى العمر والمرحلة الجاية الرسمية التي لعبها محمد اليامي طيلة المدخل أنا شفت الصانبي في مباراة ثلاث سنوات نعم طيب خلوني أروح ثلاث مع الأهلي يقدم مستوى كبير لكنه الآن ملف ثاني الحارس عنده شخصيا لا يلعب مع الأهلي حاليا المنتصف أيضا مستمر وفيه بعد قليل يعني الحارس المرمى ممكن يبدع ويبرز في فترة وبعدين تلقاه في أسوأ حاليا ضمن الاختيارات الموصلة الاتحاد تطارد المسيئين قادمة الأساسية ضمن الاختيارات المدرب أنا أعتقد أنه عنده فرصة المتحدث الرسمي يتوعد عبر كبيرة جدا طالما أني عمره 23 سنة منصتي إكس ما يعني وجد الفرصة وشارك سيكون حارس جيد هذا شيء لا خلاف عليه لكن مثلا الاختيار للمنتخب في مرحلة ومعسكر يا رجل هذا أبيل هذا أبيل سيكون ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة حياكم الله من جديد سيفتقد المنتخب السعودي في بطولة خليجي 26 لخدمات المحترفين في أوروبا كون الأندية لن تسمح لهم بالمشاركة لعدم وجود المنافسة ضمن رزنامة الفيفا المعترف فيها رسميا وبالرغم من المحاولات المتكررة للاعتراف بالبطولة إلا أن ذلك لم يحدث كونها لم تستوفي الشروط المطلوبة وأهمية تثبيت الموعد بما لا يتعارض مع مصالح الأندية الحديث أيضا في الجوانب القانونية فيما يخص المحترفين في أوروبا محترفين بشكل عام وأنظمة الفيفا أيضا في جوانب عندنا كثير قانونية معنا في الاستوديو أستاذ فهد الكحيز المستشار القانوني لبرنامج المنتصف مساء الخير حيكي الله أهلا مساء نور إبراهيم مساء الخير للسادة المشاهدين والأخها بالكريم والأخها ماجد نعم طيب أبي أسمع منك في البداية الأنظمة الخاصة بالمحترفين وانضمامهم للمنتخبات نعرف كخطوط عريضة بأنه يمنع أو الفيفا لا يلزم الاتحادات بانضمام اللاعبين بس أبي أعرف منك تفصيل بشكل كامل نظام فيفا واضح بالنسبة لتفريغ اللاعبين ومشاركاتهم مع متخباتهم نعرف أن هناك نظام فيفا في الموضح أن البطولات والمسابقات الدولية والتي تعتبر من المسابقات الفيفا ضمن رزنامة الفيفا اللي هي كاس العالم كاس العالم الأندية وكاس القارات والبطولات القارية مثل كاس آسيا المتخب الأول هذه البطولات الأربع اللي هي من رزنامة فيفا وفيفا يجبر ويلزم بتفريغ اللاعبين من أنديتهم يلزامي وإحنا شفنا حتى برضو من ضمنها المباريات المباريات أيام فيفا الودية فهو حدد إذا كانت البطولات تقام بنظام تصفيات زي ما هو لما نعيش في الفترة الحالية نظام التصفيات اللي شاركها منتخبنا الأولية أو مباريات المباريات أيام فيفا هو يعطي يلزم الأندية بتفريغ اللاعبين من 4 إلى 5 أيام قبل المباراة يلزم الأندية أنها تسمح اللاعبين ينضمون للمنتخب قبل 4 إلى 5 أيام قبل المباراة بالنسبة له زي بطولات اللي هي الكبرى زي كاس العالم بطولة المجمع زي بطولة كاس العالم نهاية كاس العالم أو بطولة نهاية كاس آسيا فهو يعطي فترة تصل إلى 14 يوم أنه ضرورة تفريغ اللاعبين خلال هذه المدة 14 يوم يعني قبل بداية أي مباراة 3 أيام تقريبا قبل المباراة التي في أيام أو المباراة التي في نظام التصفيات أنه يلزم ب4 أيام قبل المباراة بكم تقريبا ب5 أيام لا تتجاوزها من 4 أيام إلى 5 أيام لا تتجاوز يلزم الأندية أنه يطلب تفريغ اللاعبين بنسبة زي بطولات نهاية كاس العالم أو نهاية كاس آسيا أنه قبل البطولة هذه أنه بتفريغ اللاعبين إلزامي أنه خلال 14 يوم يجب لدي أما فيما عدا ذلك طبعا زي مثلا دورة بطولة الخليج هي تعتبر ما هي من البطولات اللي من ضمن رزنامة الفيفا هي بنفس الأنظمة أنظمة الاتحاد الدولي النظام طبعا هو النظام المطبق فيها يعني هي ما أخذ الطابع بالأنظمة الرسمي نعم زي الطابع زي مثلا الجوانب القانونية الجوانب الانضباطية تأت مطبق عليها مثل ما هو معمول في الاتحاد الدولي تساؤل يقول كيف لا يتم الاعتراف في هذه البطولة وأن اللاعبين باعتبار أنها تحت سقف الفيفا أو سقف أنظمة الفيفا الفيفا لا ينظم بطولات إقليمية أو بطولات تحت النطاق الإقليمي فيها بطولات دولية أو بطولة قارية لكن بطولات إقليمية أو بطولات تحت مثلا جنس أو عرق أو لغة الفيفا لا يعترف فيها من بين كأس العرب و كأس الخليج و أي بطولات أخرى هذا النظام الواضح للفيفا لكن المهم أنه التفريغ اللاعبين لو مثلا فيه مثل ذا البطولات ذكرت أنه المدة هي الزامي لكن لو كان مثلا الأندية اللي شارك فيها لاعبين سواء مثلا مشارك عندنا لاعبين زي سعود عبد الحميد و فيصل غامدي لو ارتأت الأندية مروان أو مروان الصحفي لو ارتأت الأندية كان فيه تنسيق ما بين إدارة المنتخب السعودي والاتحاد السعودي مع الأندية هذولون سمحوا لهم بشكل ودي الفيفا ما يمنع لكنه ما يلزم من الاتحاد السعودي أنه يطلبهم طلب الزامي و يجب الحضورهم لكن لو كان فيه تنسيق بالاتفاق أهي أضيف لي أن مثل البطولات هذه نحن نشوف مثلا بعض الاتحادات الأهلية زي ومن الاتحاد السعودي منها أنه يفرغ اللاعبين إذا كانت البطولات داخل مثلا اللاعبين المحترفين ضمن الأندية المحلية الموجودين عندنا أنه يفرغ مثلا يتم إيقاف المسابقات المحلية ومن ضمنها يفرغ اللاعبين في المسابقات المحلية و يشاركوا مع المنتخب طيب عبد الكريم صعب أنه يشارك أي لاعب يعني الأندية الأوروبية عندها نظام صارغ صعب أنها يعني مثلا تسمح اللاعب أن يشارك مع المنتخب في بطولة زي كأس الخليجي ما في شك يعني هو دائما زي ما تفضل صديق فهد البطولات المجمعة حتى المجمعة التي تقام مثل كأس أفريقيا تواجه أشكالية كبيرة مع الأندية الأوروبية وفي بعض الأندية لا تسمح اللاعبين بالمشاركة وبعضهم يعني يعتزل المنتخب أو حتى إذا شارك رغما عن النادي يتم استبعاده نفسارك صحيح يعني أنا أذكر أنه حتى سامي لما سامي الجابر لما احترف في وولفر هامتون شارك في كأس آسيا 2000 ومن بعدها ما عاد لعبه المدرب لأنه كان ينصحه بعدم المشاركة اللي كانت في لبنان وكان ينصحه بعدم المشاركة و جاء المنتخب و شارك وبعدها ما عاد لعبة قبلها كان يلعب خلاص تم استبعاده يعني غير ضمنيا يعني ما هو بشكل رسمي لكنه لم يعتمد عليه المدرب لأنه راحل منتخبه فدائما العندي الأوروبية تبحث عن مصالحها تبحث عن الاستبادة من كافة لاعبينها فمثل هالبطولات هذه مثل ما تفضل السيد فهد ليست ملزمة وبالتالي لا يرونها شيء ولا يسمحون به خصوصا بعض يعني مثل فيصل و مروان يعني يعتبروا اللاعبين أساسيين في فريقهم وفريقهم هم يعني في مراكز حرجة في الدول تبني عليه الخطة يعني بالضبط ولا فريق مهدد يعني ممكن بالهبوط ووضاعه صعبة فمستحيل أن يستغني عن مثل أولى اللاعبين إضافة لأنه دائما المنتخبات يكون عندها عدد كبير من اللاعبين يعني أنت عندك مجال واسع تختار ما تريد وشاهدنا كيف المدرب يختار عدد كبير من اللاعبين وفي ظل غياب ثلاث لاعبين دوليين نعم طيب ماجد يعني هو ما فيه كلام بأنه الأنظمة منطقية يعني حنا نأخذها أيضا في الجانب الآخر يعني مثلا لو عندك أي فريق في المملكة والدوري وشغاله يروح المنتخب بلاده ما راح يكون أمر مقبول وراح يكون فيه ضرر كامل تكلم عن اللاعب في الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي صحيح بدون أدران شك البطولات الودية تظل ودية يعني سعود عبد الحميد بروان الصحفي فيصل غام دي أنا متوقع من قبل الحلقة الماضية حتى كنت كاتب أسماءه منهم لن يستطيعوا الحضور بسبب أنها بطولة ودية متحدة عن بطولة ودية ولكن في الجانب الآخر برضو أبغى أرجع إلى إيرفرينات اللي أنا على المستوى الشخصي أحبه لكن لما الآن عندك سعود عبد الحميد غير موجود ظهير أيمن من اخترت في الظهير الأيمن في المنتخب السعودي هل هم أجود من بعض اللاعبين المشاركين الأساسيين إطلاقا لا وكذلك نروح لفيصل الغامدي المحور غير موجود لمشاركته مع فريقه وأنها بطولة ودية ليش ما اخترت بعض اللاعبين برضو اللي يشاركون بصفة أساسية واخترت لاعبين هبوط مستواهم واضح للجميع يعني حقيقة الاختيارات للمنتخب نعم هي بطولة ودية نبغى نجرب لا نبغى نجرب دي نبغى نعافل لا وما أعتقد أنك لما توقف الدوري شهر وأنت داخل في معمعة التصفيات الأسيوية وفي مجال التجريب بلا أدنى شك شكرا لك فأنت تتحدث عن دام فيه توقف للدوري دام فيه بطولة للمنتخب استغل يا أخي البطولة هذه كم مرة شارع 24 مرة شاركنا في كأس الخليج ثلاث مرات حققناها هل هذا طبعا نحن تحدث عن بطولة ودية علما أن بطولة الخليج هي البطولة الأهم التي أعدت المنتخب السعودي لأسيا صحيح أنا من وجهة نظري التحديات التي كانت موجودة الدربيات المحبة القروية وقتها في السبعينات والثمانينات هي من جعلت المنتخب السعودي يقفز نعلن هذه البطولة أنها بطولة غير ضمن الرسمية أنه ما استدعى الثلاثي كان هو مستبعده من التشكيل الذي ظهرت تشكيلته نعم طيب أيضا إدارة الاتحاد أيضا عبر المتحدث الرسمي ومدير إدارة الاتصال المؤسسي رياض المزهر الذي أكد اليوم عبر منصة إكس عن رصد الإدارة الإعلامية بالنادي لعدد من التجاوزات والإساءات ضد النادي ومنسوبين نادي خلال الساعات الماضية أشارت إلى أن الإدارة الإعلامية قامت بإعداد ملف كامل في هذه التجاوزات وتقديم من الإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الحسابات أو حتى المسؤولين عن هذه الحسابات طيب كيف يتم الإجراءات مثل هذه الإجراءات القانونية في محاسبة الحسابات أو المتحدثين عبر المنصات التواصل إذا كان أشوف طبعا الإساءة دائما تنظر للمخالف وطبيعة المخالفة ولمخالفة من ارتكبت ضد مين طبعا نحن كان هو الشك والمتقدمة باسم ملادي الاتحاد هو يحدد المخالفين مين وطبيعة المخالفة هل هي ميساة أكترونية هل هي مخالفة من مجرد التشهير والقذف ونحن نعرف أو أن المخالفة ومن قام بالمخالفة المخالف إذا كان المخالف من ضمن المشمولين في المادة ثلاثة في لائحة الانضباط تطبق عليه العقوبات اللى نصت عليه لائحة الانضباط لائحة الانضباط لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي إذا كان المخالف من ضمن المشمول سواء كان لاعب مسؤول في نادي من ضمن المدرج من المشمولين في لائحة الانضباط اللى عرفوه في المادة ثلاثة إذا كان هذا من ضمنهم ما reviewed olmas هو ذكر أن الإدارة الإعلامية واضح أنه جانب إعلامي إذا كان شخص آخر من غير المشمولين نحن فيه جهات نعرف عندنا بلد القانون في بلد العدل و الحقوق محفوظة لكل الأشخاص فتحدد المخالفة إذا كانت الساكترونية في هيئة العامة للإعلام المريء المسموع و مثلا يقدم شكوى أو للمحاكم القضائية أو إذا كانت مرتبطة بالنظام عندنا نيابة العامة حسب المخالفة حسب المخالفة طبيعة المخالفة هذه لأننا في كل جهة ولها حدود معينة ولها نطاق معين في أنظمة تطبيق العقوبات على المخالفات الإلكترونية و الجرامي الإلكترونية لكن إذا كانت حقوق مثلا خاصة هنا عندنا المحاكم أو النيابة العامة أو هيئة الاتصالات حسب المخالفة أو المخالف المخالف إذا كان إعلامي هيئة الإعلام إذا شخص عادي عندك الشرطة المحكمة عملت في الإدارات الإعلامية في نادي الهلال مثل هذا التصاريح الهدف منها تخويف ولا بالفعل في رصد لا في ذاك الوقت ما كان فيها هيئة نشطة كانت موقوفة كنتم تخوفون الناس كانت المسألة لا أنه شكاوي رسمية عبر الشرطة والجهات الرسمية لأنها كانت هي المجال الوحيد حاليا أنت عندك مجال أنك تذهب إلى هيئة تنظيم الإعلام وعندك مجال بالنسبة لأصبح فيه نظام حتى الشخص العادي اللي يسيء في تويتر أقصد منصة X ممكن أنه يقدم عليها شكوة رصدته حالات ذاك الوقت؟ والله ما أذكر لكن تذكر بس ما ودت تتكلم لا لا يعني ذاك الوقت على فكرة ما كان فيه تجاوب كبير يعني ممكن نحن كنا نستاء من عدم التجاوب كنا نشتكي ونرفع وكذا والإدارة القانونية تقوم بذلك كانت تجاوم بس دعني أوضح حاجة لأنه في عهد الأمير عبد الرحمن بمساعد ترى كان فيه طرح لادئ طرح يوصل للإساءة ما كان فيه تجاوب أولا ما كان فيه جهة معنية ما كان فيه نظام واضح بالنسبة للشرط والنيابة والجهات حتى ما كان فيه نيابة نيابة عامة ما كان فيه في ذاك الوقت فالأمور اختلفت الآن أصبح التنظيم يعني يسري على الجميع إيه بس كان فيه جهات موجودة جهات قضائية جهات قانونية فيه جهات لكن ما كانت تبت لأنه يعتبر شأن رياضي مثلا بالضبط يعني ما كانوا يعطونه ذاك الاهتمام ويتركونه إيه لأنه شأن رياضي ربما لأنه لا يوجد النصوص في مجال الرياضي في مجال تخص الجهات الرياضية يتم تطبيقها في الشرطة وفي الجهات الأخرى إذا وصلت للمحكمة أن تحظك ممكن القاضي يرى أنه قضية تستحق ممكن أنه يتجاهد نعم طيب عندك تعليق بس هو طبعا هو فيه زي ما تفضلت الآن صار فيه خمس جهات قضاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متعلقة باللساءة الإلكترونية مواقع التواصل عندك الشرطة والنيابة برضو النواحي الحقوقية و برضو متعلقة باللساءة الإعلامية إذا كان الشخص الصدرت من المخالفة أنه ليس من أنه ليس من جهة إعلامية أو ليس من المشمولين في المادة المشمولين في لاحة الانضباط أيضا عندك الهيئة العامة لإعلام المري و المسموع برضو لها الصلاحيات المحاكم القضائية النيابة العامة فهو تحدد زي ما ذكرت أنه يحدد المخالف و الجهة التي تابع لها و يحدد طبيعة المخالف و بالتالي لجهات المعنية و الجهة المختصة يتقدم بالشكوى و الحقوق محفوظة لكن الواضح من الأستاذ المزهر مثل ما تفضلت أنت يعني تخويف لأنه في كثير من رساءات لا أنا ما قلت أنه تخويف أنا طرحت السؤال على شققين قلت أم من تخويف تهديد ولا هي بتروح بصيدة رسمية شوف هي تهديد لأنه في كثير من الإساءات ليست مكتملة الشروط و أنك تروح تشتك فيها يعني ممكن يلمح عليك أنت عارب أن يقصدك لكن ما عندك تليل يعني التغريدة مثلا أو الإساءة ليست صريحة يعني ممكن أنت لما تغرد اليوم أنت لما تغرد تستشير لا ما تستشير قانونيين أبدا قبل التغريدة بالنسبة لي أنا أتكلم في الأمر الشأن الرياضي فقط في الأمر الشخصي في الشأن الرياضي لا أحيانا فيه غمز فيه لمز في بعض التغريدات إذا كان على عمل و على عمل ما فيه مشكلة الأغمز والمز فريق انهزم ما عندك مشكلة طيب إذا نهزم هؤون هزم و إيش دوي تسوي طيب أنا ما أدري أنا ما أدري من حظي يعني هو حظ جيد ولا سيء يعني أكثر ضيوف أنهم سبق أنهم عملوا في الأندية ماجد أيضا خلال عملك كان فيه تصعيد مثل هذه القضايا للجهات الرسمية أول شي هو ما هو من حظك هو من دهائك يا عبدالله سبقني الأستاذ عبدالكريم في جملة مهمة أو فكرة مهمة أنه مع الأسف الشديد بعض الإعلامين يتذاكى و يضع تغريدة لا يدان عليها لا تروح لشرطة تروح لهيئة إعلام يقول لك لا أنا ما قصد ما في الحل واحد يمينك أقسم إذا ما كنت أقسم و إذا قسم بينه و بين ربه زي اليوم يعني مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد إحنا أصبحنا نشاهد إعلاميين خلهم الجماهير إحنا ما نتكلم عن الجماهير جماهير هبة جماهير عاطفية جماهير مندفعة حتى ما أجد اليوم الجماهير يتقع تحت النظام طبعا بلا أدنى شك أنا شخصيا اشتكيت اثنين اتهموني في ذمتي أني حرامي نعم اتهموني رأسا كده في تويتر يعني إلى هنا لا أنا يعني متحمل محشوم يا بو قصي لا حقيقي أنا أتحمل أتحمل أنك تشتمني أتحمل لكن لا تجي في ذمتي المالية وتقول شيء يعني اليوم يعني شفنا تغريدة أعتقد أنه إعلامي أعتقد يعني يعني ذكر يعني شخص بين الحياة والموت وبطريقة غير مدام فيها لكن إحنا استشعرنا أن هذا الفعل معيب 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 لذلك أنا سبق وقلت لك يا عبدالله أتمنى يكون في وزارة الإعلام واتحاد الإعلام الرياضي تنظيمات معينة أنا والله عندي خطة معينة موجودة موجودة ماجد عبدالله تقييم أنا عشان السنة القادمة أعطيك بطاقة يجب أن تقيم في تويتر في تيك توك في كل منصة إعلامية في ظهورك التلفزيوني هل أنت تقدم ما يخدم الإعلام الرياضي وبلدك نعم ولا تقدم ما يخدم ناديك هو أعتقد أنه هذا الملف في اليوم وإن شاء الله أني متأكد من المعلومة هي يعني عند الإعلام الماري والمسموع بشكل كامل نتمنى نتمنى وضع ما هو أشبه بالنقاط ما هو أشبه بالتقييم يا أخي هل أنت مفيد للساحة الإعلامية أو لا صح بس طيب خليني قبل ما أقفل الجوانب القانونية أمس كان في خبر نشر أنه شباب اجتمعت مع لجنة الحكام وأنه تم الاعتراف ببعض الأخطاء التحكمية خليني من هذا الجانب مسألة اجتماع لجنة الحكام مع نادي في حال أنه طلب شوفها منطقية شوف هذا الموضوع طبعا اعتراض الأندية على الحكام غير مقبول نهاية ويقبل في بعض الحالات نحن نعرف اعتراض الأندية على قرارات الحكام أثناء المباريات اللي هو إجراءات هل تم بالإجراءة السليم مسألة لجنة الحكام تجتمع مع إدارات الأندية هذا غير إجراء غير قانوني والأندي ما لها علاقة أنها تعترض على قرارات الحكام المادة خمسة من قانون كرة القدم الفقرة اثنين أشرت إلى أن قرارات الحكام نهائية ولا يجوز الالتماس عليها والاعتراض عليها لجنة الحكام يبدو أنها تنهج نهج قانوني أنه مثلا هي لما تجتمع مع إدارة النادي ما المطلوب في الاجتماع تريد تعترف بالأخطاء أننا نرى الاتحاد الدولي لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لا تقوم مثل هذه الأعمال نحن أنت أخطاء الحكام مناقشتها تتم داخل ما بين اللجنة والحكام في ستحاد الأسوية ترى آخر مرة في مبارات الهلال والسد إذا ما خانتني الذاكرة هو اعترف بالأخطاء فيه أخطاء هذه ما هي أخطاء هذه كوارث هذه كوارث متعمدة عن سبق الإصرار الشباب ممكن ممكن أقول لك أنا ممكن بس مستحيل تقارن ما حدث فيها هو يشوف فيه فرق بينه مثلا ظهر بيان يقول أنه الاتحاد الدولي ذكر قال هو تدرس سوف تدرس ما أعتربح ترى بيان الاتحاد الآسيوي كان فيه شيء من التشكيك سوف تدرس لكن ما مثلا مسألة أن يعقد الاجتماع ما يعقد إذا كانت الأندية تتواصل مع جهة الحكام فيه حالات معين متى تتواصل وخطوات متى تتواصل و بإجراء قانوني وإذا كان هذا الإجراء أو الشكوة مرفوعة لأنه اعتراضه أنه كان فيه خطأ فني يرفع الجهات القانونية يرفع الجهات المختصة للجهة للجهة في الاتحاد السعيدي تقديم شكوة متى تقدم شكوة أو اعتراض أو احتجاج الاعتراض على الحكم من خلال شكوة لكن الاحتجاج طبعا قرارات الحكام داخل الملعب لا يقبل على الاحتجاج طيب لكن إذا كان أنت بتقدم شكوة على مثلا خطأ فني أو سلوك من الحكم أو في التلاعب تقدم شكوة و بإجراء رسمي لكن مسألة أنك عقد اجتماع ما بين لجنة الحكام فأنا أقول هذا إجراء غير قانوني و غير نظامي طيب تقدم ضعف من اللجنة طبعا ضعف أن تستقبل نادي و تطبطب عليهم و تقولهم صح معكم حق و مدري إيش و سامحونا كل العقور صحيح لأنه أصلا الحكم الذي حصل منه الخطأ ليس تحت دائرة اللجنة هو حكم أجنبي جاي من بره حكم دولي ليس من حكامك المحليين حتى أني أنا أني أجي و أقول خلاص أأكد عليه المرة الجاية ما يخطي عليك فبالتالي ما لها معنى أنك أنت ترتجتك إلى جنة العكام حكم جاي من بره و حيجي مرة ثانية و يجي غير يجي ثالث و رابع هو في الأساس النظام أصلا ما يسمح أنك تجتمع يعني لجنة لجنة الحكام ارتكبت مخالفة في اجتماعها مع دات الشباب هذا نظاما مثلا أنا سوي اجتهادات اجتهادات مبدئية هذا تمتروك للعمل غير نظامي لكن إذا لجنة الحكام لا تتصل بالأندية ولا تبرر الأندية أنها أخطأ أو ما أخطأ إذا أجلس لجنة الحكام وتبرر لكل خطأ تحكيمي كم عندك مباراة في الدول السعودي في المسابقات السعودية تنصرف عن عملها الأساسي في أداء الحكام وتقييم أداء الحكام وتطوير الحكام ومتكاليف الحكام ومتابعة الحكام تتجه إنها تبرر وتعطي أضيف إلى ذلك أضيف إلى ذلك أن قرارة الحكام قرار نهاي وقانون اللعبة قال إنه قرارة نهاية ولا يجوز الاتماس عليها ولا يجوز حتى الاحتجاج والاعتراض عليها طيب ماجد اليوم يعني يطرح أكثر من علامة استفهام شوفوا الأخطاء اللي حدثت خطأ الحكام هذه جانب ثاني ما نتكلم فيه إحنا نتكلم اليوم يعني نظاميا هل وجود لجنة الحكام في اجتماع مع إدارة الشباب يعتبر منطقي يعني يقبل وش الفوائد اللي ممكن يخرج منها الشباب أو حتى لجنة الحكام من اجتماع من حكم تم جلبه من الخارج حتى لو اعترف في الأخطاء أو اعترف ببعض الأخطاء اللي ارتكبت في المباراة أنه إش الفوائد بالعكس ما في أي فائدة تظهر فيها هذه الفائدة الوحيدة المقتبسة من هذه التصرفات شفنا السنة الماضية حتى تم هذا الأمر مع أكثر من نادي يعني كأن اللجنة تطلب رضاء النادي وترى احنا متعاونين معكم وترى احنا لا مو بالطريقة ذي نعم هناك كوالف تحكيمية وهناك أخطاء تحكيمية وهناك مشاكل تحكيمية لكن إذا أنه يعني النادي مثلا بيخوفك أنت كلجنة وبالطريقة وبالتالي أنا لا أنا راح أجتمع معكم وراضيكم ونقول لكم طيب اخطأت مرة ثانية ترجع تشتكي النادي مرة ثانية وتجتمع معهم مرة ثانية وترضيهم مرة ثانية المرة الثالثة تقول لا حساعدكم يعني كلام غير منطقي حساعدكم يعني في الملعب يعني أنا أتحدث بالأسلوب لو أحدث تدريجيا هذا هذا ما هو منطقة هذا دائرة قضائية تعتبر التحكيم في أي التحاد يعتبر دائرة قضائية أصدر تحكامك خلاص خلص نعم يعني ممكن أنا ممكن مع أنه لجنة الحكام تصدر بنهاية كل شهر عدد الأخطاء التحكيمي اللي صارت وممكن ممكن هذه فائدة تعتبر فيها أخذ عطة هذه فيها أخذ عطة لكن أنك تروح للنادي طيب المباراة القادمة ممكن تصير فيها فضيحة تحكيمية مو خطأ تحكيمي فضيحة تحكيمية تروح مرة ثانية النادي لا ممكن تروح مرة جدة ومرة الدمام ومرة الرياض شغلتك تصير زيارة للنادي تراضي فيه للأندية تراضي فيهم ما هو منطق والله ما هو منطق دائما الهيبة تنتزع ولا تمنع طيب خليني بس أنت أنتزع هيبتك ولا عليك في الأندية برغم أنه التحكيم يعتبره سرطان رياضي على مستوى العالم نعم عندك نقطة مثل هذه الاجتماعات الحكام والتحكيم أضيف لذلك أنه المثل لو جنادي وإعترف على حكم أنت اليوم كلفت حكم وإعترفت بأخطاعة هل أنت كاللجنة حكام تقبل أنك تكلفه وتعترف بأخطاعة وتكلفهم برات ثانية لأندية يضع لجنة تحت دائرة الضغط والضغوط أو تشير عليها وقدام لدي هذا يعتبر كضعف أنت عندك تأدي القانون والأخطاء أخطاء الحكام مثلا الأخطاء هذه تعتبر ضمن الأخطاء التقديرية والقانون يعتبرها جزء من اللعبة جزء من اللعبة تكروط قدم طيب عبد الكريم أنت عارف مستوى التنافس اللي عندنا وعارف أنه في عندنا ردود فعل دائما ما تكون يعني متشنجة لحد كبير وعارف قوة التنافس يعني اليوم نتكلم عن والاتحاد في الصدارة والهلال في الوصافة لجنة الحكام أو إدارات الأندية هذه ترى من حقها أنها تطلب اجتمع في الفترة الجاية بما أنك سمحت لإدارة الشباب أنك تجتمع معك أنا من حقي أنه أطلب اجتمع معك هذه راح يكون لها تأثير قوي ومباشر على المنافسة نتكلم عنه ممكن يدخل شكوك والله أنا في الاتحاد لو أخطي علي من الحكم هذا اجتمع مع لجنة الحكام اجتمعت مع الهلال ممكن تطرح التساؤلات والعكس صحيح أي نعم يعني شوف في ليش أنا يعني أنا أتكلم أنه أنا جهة قضائية وجهة حساسة ليه أدخل في المعمع مثل ما قلت لك هذا ضعف من اللجنة يعني خصوصا أنه يعني لو رجعنا مثلا لنادي الاتحاد نادي الاتحاد مبارياته مع الفرق الأخرى في الغالب لا يطلب حكام أجانة فقط مباريات معينة يكون فيها حكام أجانة وبالتالي من يقود المباريات حكام السعوديين والسعوديين نظرة تحت أشراف اللجنة فإذا أنت استسلمت لمثل هذه قد تؤثر أيضا على مجال المنافسة بالنسبة للحكام إذا شوفوا الحكام السعوديين ولجنتهم مثلا جاملت هذا النادي تكلم عن الشباب والاتحاد أي نادي أي نادي يقود مبارياته حكام السعوديين واللجنة تتفاعل معه وتتجاوب مع مطالبه بالتالي أنا كحكم داخل الملعب يعني خلاص فاللجنة أعطتني الضوء الأخضر قالتلي أنه أنت مخطيته على هذا سحرص أني لم أفوت على هذا النادي أي شيء وقد أساعده حتى أعوض على الأشياء السابقة طيب تقدر الانديا تشتكي الانديا تشتكي لتكفي بعض الحالات تشتكي من هذا الاجتماع الانديا ما هو تشتكي هو يفترض لجنة الحكام الاتحادي السعودي يفترض أنه يمنع مثل هذا الإجراء أنت التحكيم قانون والأنظمة القانونية تطبيقها يبغض تحت إطار القانون ولو كان فيه أي جدليات على التحكيم برضو لازم أن تتسلك المسلك النظامي والإجراء القانوني اللجنة أنت لما مثلا بتعترض على حاجة من خلال ما هو اجتماع مع لجنة وإش العلاقة ما بين الدارات الأندية واللجنة الحكام يفترض ما فيه أي علاقة نهائيا ولا فيه أي اجتماع ولجنة الحكام تأدي عملها وتنفذ قانون أنها أصابت فأصابت أن أخطاء تبقى أخطاء الحكم اللي دائما متعلقة باللعب هي أخطاء تقديرية وأخطاء لا يجب الالتماس عليه وهي نهائية ولا يجوز الاعتراض ولا يحتجاج عليها ولا يقدر ما لشكه إذا كان هذه التفسير إذا كان أمور أخرى فهو فيه إجراء قانوني ما وله مثلا وله مثلا من خلال عقد اجتماع وعقد مشاورات وكأن أنا والله هذا يعتبر كأنه قصور في عمل التحكيم وعمل لجنة الحكام دائما الأخطاء التقديرية هذه هي اسمها تقديرية بمعنى أنا حكم وقدر أن هذه ضربة جزاء أنت حكم تقول له مين ضربة جزاء وهذا القانون أعطاه للحكم أعطاه لتقدير الحكم نعم بمعنى أنه أنت تشوف الحال هذه طرد أنا أقصد أبو يزيد حتى لو كان بالفعل فيه خطأ مجتمع عليه أو حتى خطأ فني أنا أتكلم عن مسألة الاجتماع يعني بحب ذات ما في شك لكن أيضا نحن تعاملنا مع الأخطاء لما يجي واحد يقول لك هذه خطأ وبدأ لن يحتسب طيب فيه أربع قرم وبدأ لن يحتسب وهذه هي متعة كرة القدم أنه فيها فيها مجال للتقدير الحكم بس عشان فرق أبو راهيم بالنسبة لأخطاء الفني حتى لو كان فيها أخطاء فنية ما تطلّى بالاجتماع فيه جهات ترفع أنت ترفع تقدم شكوه لكن ما هو مثلا تحل بالاجتماعات مع الجنة والأحكام طيب أنا وقت انتهى فأشكر شركائي في المتصف تصار بينك واحد مثل عبد الفمعد الدهام الله يتروق يقواج أي واحد في كل شي ولا أسأل بحد أشكر ضيوفي شكرا أستاذ فهد الكحيز شكرا أستاذ كريم الجاسر أشكر أيضا ضيفي من جدة الأستاذ ماجد الفهمي شكرا نبو قصي شكرا عبدالله بس جزئية فقط في عشرين ثانية تحدثتم عن التحكيم وتحدثتم عن الإعلام وتحدثنا عن الإعلام في هذا واتخاذ بعض الأندية إجراءات معينة أعرف نادي لم يخاطب لنجلة الحكام ولم يخاطب أو يأخذ حقوق النادي الإعلامية من الإعلامين غير منتمين له بل على العكس يحاول أن يشتكي إعلامين منتمين له وهو النادي الأهلي وهذا الدلال على الضعف وهجاجة هذه الإدارة طيب شكرا ماجد شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة في أمان الله اشتركوا في القناة